طيب احنا قلنا دايما بنقول الفوت انفوت يا كابتن بص كورا دي ايما الفوت انفوت وهنا هو لم يحتسب تعال نشوف بقى محمق بنعم راكلة جزاء هنا شوف هنا بس بقف راكلة جزاء فوت انفوت راكلة فوق القدم بتيجي هنا كتير و بنحللها بنقول المخالفة موجودة والطهاور هنا في راكلة جزاء في ديها 46 لم تحتسب لعب منعم للأسف تفاصيلها مش عنده ولكن اين الفور؟ اين الفور؟ السؤال لو المدافع ارتكب مع المهاجم هذه الحالة؟ او العكس نشوف هنا لعب تسعة لعب بيراميدز هنا نرجع تاني نشوف هنا القدم فوق القدم والدهس موجود ولكن القرار بص الحكم فيهم يا كابتن حكم نهاردة واقف ما بيتحركش كابتن ايما حكم تفاصيله قليلة جدا بس التفاصيل الصغيرة دي كابتن لو هو ما شفاش في الملعب الفور يجيبه كابتن دي حالك تفاصيله دي دي هشوف بص يا كابتن هنا هامل الزاوية دي تعال نشوف شوف الزاوية دي هنا يبقى انا متفقين هناك اللي جزاء لهم تحتسب لعبينها واضحة وضوع الشمس هنا مشت القدم على مشت القدم والدهس واضحة اوكي دي حالة نروح الحالة بعد كده هنا امام عشور وخلي بالك من امام عشور وشوف حكتين اتنينة كابتن قبل ما نشوف اللعبة هنا شوف الايد من فوق والرقبة من تحت نشوف الايد من فوق والرقبة من تحت رجل الداخل ومعه كورته ونجح في ان هو يعدي ونشوف هنا اللاعب هنا رقم اربعة هنا بس دي حمد سامي بس كاتن دي زاوية بتقول فيه ايد من فوق تمام كاتن؟ تمام نمشي ادي شاد طيب من تحت فيه قدم ولا ما فيش قدم هنشوف اللي جاية دي في قدمين؟ الرقبة هنشوف الرقبة نشوف الرقبة نمشي اهي بس الرقبة في الرقبة يبقى انا عني مخالفة من فوق بالايد يعني هل هذا معقول؟ راكلة جزاء بروحين هاي بالايد من فوق لما حسب تش تحسب من تحت ولا حسب هنا ولا حسب هنا والبار ما جابش الحاجة بناعني عندي نهاردة راكلتين جزاء النادي الاهلي لم يحتسبوا في هذه المهرة بردك النادي الاهل نهاردة فوز النادي الاهلي نهاردة غطى على الطائق التحكمية الفادحة